فيه فالشيطان ده شغلته يرسل سراياه يوميا إلى بني آدم لا ينام وكل قصده أن يسرق هذا القلب فأنت لماذا تقصر فيه لماذا لا تعمره بيدك الله طب إنت ليه مخلي لسانك عطلان يا أخي إنت راكب السيارة وساكت مش هقولك مش عغل تسجيل ولا بتاع ساكت ليه ما تقولش سبحان الله سبحان الله ليه ما تقولش كده ليه ما تقولش سبحان الله وبحمده ما عطل لسانك ليه رايح ماشي رايح مشوار ماشي على رجلك لأي مصلحة ساكت ليه لماذا تعطل هذا اللسان اللي هو يجيب لك حسنات لا آخر لها قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان كمن أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل وأحرز مئة حسنا وحطت عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم اللي أنا بقول لك الشيطان أعدالك وإبليد بيبعث لك شيطين عايز تعمل حرز على نفسك أقول للذكر ده مئة مرة في مطلع السبع أن عشر رقاب من ولد إسماعيل مئة حسنا يحط عنه مئة سيئة تكون حفظا له من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة ولم يعمل أحد من يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد عليه طب ما تعمل المئة تقول المئة وخمسين مرة أنا لما جلست عشان أعد المئة وخمسين مرة ما كملت فتلت ساعة عشرون دقيقة في يومك بعد ما تصل الصبح قل حكتين قل الزكر ده مئة مرة على الأقل عشان تاخد الأربع حاجات دول أو مئة وخمسين عشان تبقى أفضل من اللي قالها مئة مرة خلاص الحاجة الثانية قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة نفسك فيها نفسك في دي طب بينك وبن نفسك احلب بالله إن نفسك فيها تاخد كل يوم ألف حسنة أو تحط عنك ألف خطيئة أنت في اليوم بتعمل ألف خطيئة عدي خطيئة في اليوم ممكن أحد يقول لك لا أنا أقول لك آه إزاي كل نفس لا تذكر الله فيه ينزل بمنزلة الخطيئة قال صلى الله عليه وسلم كل ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ندم عليها يوم القيامة وهذا لك إزاي طب عايز تاخد ألف حسنة في اليوم وكل دي أحديث صحيحة أنا لا أذكر في محاضراتي حديثا ضعيفا قط إلا أن ننبه عليه حديث سعد بن أبي وقاص أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة أو تحط عن ألف سيئة قالوا كيف يا رسول الله قال يسبح مئة تسبيح يأخذ ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة أنا لما سبحت مئة تسبيحة ما خدتش مني خمس دقائية ما أنا أمسك الساعة قلت ما أشوف كل ذكر موقت بوقت ولو أجر أمسك الساعة وأنا بذكر عشان أشوف يأخذ مني كام وجدت الأذكار التي تعطيك ملايين الحسنات لا تتجاوز ساعة ونص في اليوم فقط ده بخلاف الطاعات اللي أنت بتعمله عرفت الذكر يعني إيه وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره اللي هو شيطان يعني خلاص كده طلبه العدو سراعا في أثره عادي يجيبه عادي يمسكه ما هو العدو بتاعه فأتى حصنا حصينا فدخله وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى يبقى احنا قلنا النهاردة ذكر مئة مرة حتقولها والحديث ده في البخاري ومسلم هو بتاع مئة مرة ده طب حديث آخر أو أخير قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمس غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر عارف زبد البحر له أيه طب الأول عارف البحر له أيه يا البحر المتوسط أو المحيط ده اسمه بحر وإنت عارف الكرة الأرضية دي سبعين في المئة مية وثلاثين في المئة يا بسا اللي احنا عايشين عليه خلاص السبعين في المئة مية دي اسمها بحر حلو الزبد الفقاقيع اللي بتكون على وش المية عارفينها طبعا لو أنت عملت زنوب كفقاقيع البحر وقلت مئة مرة الصبح سبحان الله وبحمده ومئة مرة بالليل سبحان الله وبحمده زنوبك تمحى دي تفرط فيها دي فأنا مش فاهمه الله اللسانك ده اللي ممكن ترتقي بأعلى الدرجات سايبه عطلا ليه فأي مشوار وانت ركب السيارة يا أخي في الراديو اللي انت عمل لك دوشة والشغل بالذكر فذكر الله تبارك وتعالى أحصن ما يكون المرء منه من الشيطان إذن حياة قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين له والذاكرات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لولده ترجمة نانسي قنقر